السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر قلت لحضراتكم تعقيبا على المصفحة اللي حصلت ما بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قلب الدوحة على هامش افتتاح مباريات كاس العالم 2022 اللي استضافتها قطر قلت لكم بالحرف الواحد أو أتتخيلوا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هيتخلى عن كل الشروط اللي فرضها على الدولة التركية من أجل الموافقة على عودة العلاقات مرة أخرى واللي كانت بتتضمن وقف التحريد وقلة الأدب وتجميد قنوات الإخوان وكل العناصر الإخوانية المتوية فوق الأراضي التركية غرفة ستين ألف داهية غير مأسوفا على شبابها بالإضافة إلى الانسحاب التركي من فوق الأراضي الليبية الشروط دي تم طرحها أمام الطرف التركي منذ عدة سنوات إلا أن تركيا استجابت لكل الشروط مع هذا الشرط الأخير اللي هو ساعدتك الانسحاب من ليبيا الخروج من ليبيا بعد هذه المصافحة التي تمت بدأت تركيا تدي مؤشرات وإضاءات إن إحنا ما عندناش مانع لكل الشروط وإن إحنا بنرغب في التعاون مع مصر من أجل إنهاء أزمة الشعب الليبي إلا درجة إن كان هناك تصريحات منذ ساعات قليلة لي وزير الخارجية التركي مولود جاوش أغلو بيؤكد فيها على نفس اللي أنا قلت لحضراتكم متوقعتوا في أعقاب المصافحة الشهيرة هذه المصافحة فتحت الباب لألاف التعليقات على المستوى الدولي إلا أن الإعلام الدولي ما كانش بيعزف على الوطر الحقيقي للأزمة أو سبب إغلاق الدولة المصرية الأبواب في وش رجب طيب أردوغان عشان يرجع لإعلاقات مع مصر قلت لحضراتكم عكس كل التحليلات الدولية التحليلات الدولية قالت بالحرف الواحد خلاص العلاقات ما بين مصر وتركيا خلاص رجعت لإن المصافحة دي تؤكد إنه كان هناك مباحثات إلى درجة إن رجب طيب أردوغان قال بالحرف الواحد أنا المباحثات التي أجريت مع الرئيس المصري استغرقت من 30 ل 45 دقيقة يعني ما كانتش مباحثات عابرة زي ما قالت بعض وسائل الإعلام الدولية الراجل حس إنه هو اتحرج يا جماعة المسألة ما كانتش صدفة ده إحنا قعدنا حوالي ساعة لربعة بعض الناس تخوفت إلى درجة إنه هم جابوا الصورة بتاعت المصافحة وبعتوها القناة مصر الحقوا مش أنتوا كنتوا بتقولوا إن مصر لن توافق على عودة العلاقات مع تركيا إلا بعد كذا وكذا وكذا أهو الرئيس بتاعتكم أهو استجاب وخلاص ما سدق إن رجب طيب أردوغان يسلم عليه استجاب لكل حاجة رضينا على كل ذلك وقلنا سيقوا تماما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يتراجع قيد خطوة مستحيل يا جماعة هو ده اللي حصل حاليا تركيا أعلنت بعضمة لسانها إن إحنا هنرتب مع مصر ومع العديد من الدول من أجل الخروج من ليبيا رجب طيب أردوغان بدأ يدور على طريق الهروب من قلب الدولة الليبية لعدة اعتبارات الأعتبار الأول عودة العلاقات مع مصر لأن مصر تعتبر بمثابة بوابة للمنطقة العربية والمنطقة الأفريقية بلا استثناء هو هيكسب من العلاقات دي وإحنا كمان هنكسب هو هيكسب ودول المنطقة هتكسب هو مفيش حاجة بلا تمن يعني أنا لما أجي أخذ خطوات نحو أحد الأطراف أنا ما أخذش الخطوات دي هباء أكيد عشان خطر مصلحتي أأمن مثلا شره أرجع لعلاقات حتى لو مكناش أصدقاء ولا حاجة يكون ظهري محمي بحيث أن أنا على الأقل أضمن أنه ما يتمش تعني من الخلف أنه يبقى في نوع من التقارب على المستوى الإنساني أنه حتى كمان عشان خطر أنه هو راجل غلبان وأنا مثلا بحبه ولا حاجة فأنا لازم أغفر له في ذات الوقت هو كمان يكون له علاقة معايا وبالتالي هو هيستفيد في العلاقة دي على المستوى الإنساني أو على أي مستوى وأنا كذلك لأن أنا محتاج الآخرين والآخرين محتاجينني علاقة تكاملية أين كانت بقى ساعدت في هذه نفس المسألة ما فيش علاقة بلا تمن اللي حصل حضراتكم أنه فعلا بدأت تركيا تدور على سبل الهروب من فوق الأراضي الليبية الرئاسة عبدالفتاح السيسي والرئاسة المصرية قالوا بالحرف الواحد إحنا هنبدأ مباحثات على المستوى الوزاري ولو إن هذا المستوى ادانا مؤشرات إن تركيا بتستجيب للشرط الأخير هنطور المسألة شوفوا حضراتكم مثلا تصريحات مولود جويش أغلو وزير الخارجية التركي التصريحات دي تقال فيها إيه؟ لأن بتفتح لحضراتكم كل الأبواب المغلقة وبتؤكد صدق كل تحليلاتنا في مراحل سابقة قال إن تركيا بتتطلع للعمل مع مصر والإمارات لتحقيق المصالح والأمن في ليبيا أول مرة تركيا تقول بنفس الطريقة دي وبشكل مباشر إحنا عاوزين نتحرك مع مصر ومع الإمارات في سبيل ننهي الوضع لأن الإمارات لها أيضا تحركات فوق الأراضي الليبية قدي نوع أيضا من التحركات ثم قال إن إحنا بنأمل في هذا التنسيق والتعاون من أجل إعادة الاستقرار للدولة الليبية وقال إن السبيل الوحيد لتوحيد ليبيا هو إجراء انتخابات نازيهة وديمقراطية وقال إن تركيا بتدعم الوحدة ما بين الأطراف وذكر إن الوضع في ليبيا هش وضعيف وإحنا حرصين على الوضع في ليبيا ثم قال إن في بعض الأطراف اللي بتحاول التنافس مع تركيا في ليبيا وأشار إلى وجود ميداني لروسيا طيب ما هو أنت الأساس أنت أساس الخراب يعني تركيا بتدعم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابيين تركيا سرقت ونهبت مليارات الدولارات من المصر في المركز الليبي بالتنسيق مع جماعة الإخوان تركيا عقدت اتفاقية مع فايز السراج رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموالي لتركيا والموالي لجماعة الإخوان بالمخالفة لكل القوانين الدولية لأن تم تعيين فايز السراج رئيس للحكومة مقابل أو أحسك عينك توقع أي اتفاقية مصيرية نيابة عن ليبيا لأن ده مش من حقك إلى درجة أن فيه دعاوة قضائية حاليا قدام المحاكم المختصة في ليبيا والكلام ده حصل النهاردة الدعوة دي بتطلب فض الاتفاقية المبرمة ما بين تركيا وفايز السراج مستندة طبعا على القوانين الدولية المذكورة سابقا الوضع بدأ يؤشر لحقبة جديدة الوضع بدأ يكشف السطارة عن أن تركيا بدأت أساسا تشوف أبواب الهروب فين في قلب الدولة الليبية عشان تخرج بشكل سريع للغاية حرصا على مصلحة تركيا حرصا على مصلحة رجب طيب أردوغان اللي الشعب التركي بدأ أساسا يهجمه بسبب أطعو العلاقاته مع دول المنطقة وبالذات الدولة المصرية وخسارة الطرف التركي على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا ومن ثم قبل الانتخابات القادمة هو بيحاول يصفي كل الملفات العالقة الملف المصري الملف الليبي الملف السوري ولذلك بشار الأسد رئيس سوريا قال ما شرفنيش أن أنا أحط إيدي في إيد رجب طيب أردوغان إلا إذا كان هناك حيسيات واقعية صادقة وجادة جدا من أجل الخروج من الأراضي السورية ذلك قالته سوريا الراجل بقول آمل أن نتمكن من العمل جنبا إلى جنب مع مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا طبعا مؤشرات بتؤكد بملادع مجالا للشك أن تركيا المراضي جدة مش حبا في ليبيا مش حبا في مصر حبا في مصلحة رجب طيب أردوغان أقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي أعلن النهاردة عن تصريحات مهمة للغاية أيضا بتكشف السطار عن أن تركيا بتتحرك في جانب بينما هناك تحركات غير عادية بتقودها الدولة المصرية بالتنسيق مع الأطراف الليبية أقيلة صالح الأيام دي موجود فوق الأراضي المصرية جنبا إلى جنب مع خالد المشر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية أقيلة صالح قال في تصريحات قال أن فيه اتفاق كبير مع خالد المشر رئيس المجلس الأعلى للدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة المجلس النواب وقال سيجرى الفصل في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة وهيتم تشكيل سلطة واحدة في ليبيا وأقر بأن التدخل الدولي لازال قائما في ليبيا لكن بإرادة الشعب الليبي وبدعم الدول الصديقة والشقيقة سوف نتغلب على هذا الأمر خلال زمن قياسي جدا في تحركات على المصار الليبي الليبي في تحركات على المصار المصري الليبي في تحركات على المصار المصري التركي بدأ رجب طيب أردوغان يدور فين مكان الهروب على أساس أنه هو يرجع العلاقات مرة أخرى زي ما قلنا لحضراتكم مع مصر وفي ذات الوقت يضمن النجاح في الانتخابات الليبية لتركيا القادمة تركيا ترغب في التعاون مع مصر لإحلال الاستقرار في ليبيا وقال صالح يتحدث من القاهرة عن تشكيل سلطة ليبية واحدة قريبا ده اللي احنا نتمناه وإن كنا طبعا مش واسقين في شخصيات زي عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة اللي تم الإطاحة به بقرارات من مجلس النواب الليبي فهو رافض أنه هو يتنازل عن السلطة بتاعته قلب الحرف الواحد لن نتنازل ولن نسلم السلطة بتاعتنا إلا لسلطة منتخبة طيب ما هو أنت السبب أساسا في تعويق إجراء الانتخابات أنت ورجب طيب أردوغان بالتنسيق مع تنظيم جماعة الإخوان في قلب ليبيا ما أنت السبب ما هو طولة ما أنت موجود ما فيش انتخابات بتجرى لأنه عاوز أقول لحضراتكم أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بالتنسيق مع رجب طيب أردوغان هم اللي عوقوا مسارات الانتخابات ليه؟ هم حرصين على إبقاء الوضع على ما هو عليه ليه؟ لأن لو فيه انتخابات في قلب الدولة الليبية هيتم الإطاحة برجب طيب أردوغان وهتصدر قرارات فورية بإخراج كل القوات الأجنبية وفي المقدمة منها مرتزقة رجب طيب أردوغان وفي ذات الوقت هيتم السجن كل عناصر جماعة الإخوان اللي تورطت في الفساد والإفساد والتدمير والخراب في قلب الدولة الليبية زي ما حصل في مصر وبيحصل حاليا في تونس وبالتالي ليه ساعدتك؟ أصفر في اليد ولا عشر على الشجرة ليه؟ أسمح بإجراء انتخابات ثم انتخابات مين؟ عدوة كعبل عشان أجيب أمثل سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي معمر القذافي سيف الإسلام القذافي عينه على محسبة كل عناصر جماعة الإخوان ليه؟ لأنه هم سبب تدمير ليبيا هم اللي خربوها زي ما عملوا في مصر وعملوا في تونس وعملوا في مناطق عديدة سيف الإسلام القذافي عينه على كل القوى الغربية اللي دمرت الوضع في ليبيا وفي المقدمة كل دول الناتو وبالتالي القوى الغربية زي ما عملت مع جماعة الإخوان في مصر نسقت مع فرع ليبيا وبدأوا يقودوا المواجهة ضد العقيد الليبي معمر القذافي وزعموا أن احنا بنطلب بالديمقراطية ثم استضافوا الناتو الدول بتاعة الناتو بدأ الناتو يدمر ويخرب وأمثال يوسف القرضاوي مفتي الخوانة والإرهابيين قال بالحرف الواحد لو كان الرسول موجودا لو وضع يديه في يد الناتو عمركم تشوفوا خيانة أكتر من كده في كل الأحوال المصارات المصرية تتحرك على قدم وساق بالتنسيق مع كل الأطراف ونرجو من الله العلي القدير أن نتمم الخطوات دي على خير ونشوف الوضع في ليبيا عادة مستقرا وعادة ليبيا آمنة أراكم على خير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر